سر نبوءتي هو عنوان المجموعة الشعرية الجديدة للشاعرة رانا محمود التي تم توقيعها في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة سر نبوءتي مجموعة شعرية تتحدث عن الإنسان المرأة الوطن بروح أنسوية بروحي أنا فطالما كانت الكتابة هي تعبير عن هواجس كل إنسان وكل شاعر وهي تعبير عن هواجسي حاولت أني عبر عن أحاسسي ومكنوناتي ومشاعري خلال هذه المجموعة سر نبوءتي هذا اللون من الشعر يأتي برؤية جديدة على الرغم من أن الأنا كانت لديها متضخمة حتى في الإهداء تقول إلى أناي إلى أناي وتتكرر الأنا في مجمل قصائد المجموعة وكأن هذا التضخم تريد أن تقول أنني موجودة للفت الانتباه إليها أعتبرها قفزة نوعية في شعر رانا محمود لأنها جاءت بأشياء فعلا جديدة وحديثة ومستنبطة وأيضا أجادت في اشتقاق اللغوي الجميل تحدثت في هذا الدواء بشكل عام عن الحب بكل أشكاله وهي امرأة مفعمة بالمحبة والحب أيضا دوان يتحدث عن الأنوسة والقداسة بآن واحد الأنوسة الطافحة والطامحة للحب والقداسة المتكئة على التاريخ عندما تطوف من بابل إلى آرام إلى سرجون هذه كل تعبيرات عن انثوية عن عبق المرأة التي تحمله بين أضلعها عن عبق الحنين والشوق التي فقدته الأنسة في هذا الزمان هذه المجموعة حقيقة تغريك منذ لحظة الأولى لمرأة يعني كيف أنت من عنوانها سر نبوءتي تترك الباب مواربا حتى تلجى إلى داخل النصوص إذا أتيت إلى الغلاف أيضا الغلاف يسحرك وينبئ بشيء ما في النصوص ثمت صور وثمت تفجيرات في اللغة تنم عن تمرد هذه المرأة الأفكار المطروحة تلتقي جميعها في محور واحد والإنسان سر نبوءتي هو ديوان شعري مؤلف من 120 صفحة حاولت الشاعرة أن توصل رسالة بأن الكتابة أنثى متمردة والكتابة هي أرقى حالة الجنون اللفظي والمعنوي وسبق للشاعرة أن أصدرت مجموعتين شعريتين هما صرخة أنثى والأرض بعد ظل